السلام عليكم في سؤال أنا كماندس معماري لسه في رشال في باص معينة المفروض أبدأ بي عشان أتعلم البيم صح؟ أول حاجة خلي نفسك قوي في التكنيكل ثانية حاجة تابع الناس القوية بشفي البيم في المعماري اتبعهم وفهم النظريات وفهم الحاجات البدارس المعمارية قوي نفسك على ده ما تقدر بعد كده ابدأ اتعلم برنامج برنامج البيم لو تعلمت أركي كاد ريفيت وهتقدر تفق معي برنامج بعد كده فركز على برنامج معين حاول تتعلم ازاي تتعامل مع الفريق دي حاجة مهمة جدا يعني ممكن تكون تشغل وحدك لكن مع فريق مش عارف فكل برنامج بقى ليه أدوات عشان تقدر تتعامل مع فريق اتعلم ازاي تعمل رندر لو برنامج اللي انت اخترته ومبيعملش رندر كويس دور على برنامج تاني مساعد يعني خليك في نفس البرنامج بس دور على برنامج يعمل لك الرندر اللي انت عايزه لو انت مطلوب منك details معينة والبرنامج ببعرفش عملة details دي دور على برنامج انت مش مرتبط ببرنامج انت مرتبط بالناتج النهائي فممكن تتعلم كذا برنامج يعمل لك الحاجة الاخيرة اللي انت عايزها يعني البيم ريفيت مثلا عمل لك بس في جزئية معينة مش عارف يعملها فانا بدور على برنامج تاني يعمل الجزئية دي هنروح للبرنامج ده بش هتعلم كله هتعلم الجزئية بس اللي نقصر